موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم رب يسوع المسيح حديثنا في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية لماذا ارتفع المسيح إلى السماء وطبعا رح نجاوب على هذا السؤال مثل ما لاحظت أنه كل شهر أبريل إلى مايو إلى أيار شهر أيار كل الحديث كان عن الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح سواء بحسب التقويم الغربي أو التقويم الشرقي شهرنا صلب يسوع المسيح قيامة يسوع المسيح براهين القيامة ظهرات المسيح المتعددة بعد القيامة واليوم رح نتكلم أنه ليه المسيح صعد إلى السماء لماذا ارتفع إلى السماء حتى نشوف كل السلسلة بترابط بتناغم بانسجام تام فشهدوا هذه الحلقة لأنه رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر لماذا ارتفع المسيح إلى السماء أهلا أحبائنا مرة تانية أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور جزء من خدمة نور لجميع الأمم والآن أنتم تشاهدون على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وطبعا كمان فيك تشاهدنا على اليوتيوب على الفيسبوك على الصفحة فيك أيضا تتواصل معنا هذه الحلقة مهمة جدا أول شيء خلينا ننتبه أنه كون المسيح يصعد إلى السماء هذا لا يعني نهاية خدمة يسوع المسيح فخليني في البداية أقول يعني بعض الأمور في غاية الأهمية صعد المسيح إلى السماء بعد ما أكمل الغرض والهدف اللي جاء من أجله عمل الفداء كما قال في يحنى آية إصحاح 4 والآية 34 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله فإذن المسيح جاء حتى يتمم مشيئة الآب حتى يتمم الإرادة الإلهية حتى يكمل ويتمم عمل الفداء الكامل كابن الإنسان الكامل أيضا وهذا العمل أحبائي بكل بساطة موت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات ثم ظهر للتلاميذ لمدة أربعين يوم وأراهم نفسه ببرهين حية وكان بعلم وبيكلمهم عن الملكوت الجديد وهذه الظهرات كانت أحبائي للعديد من التلاميذ وهم شهود عيان وهؤلاء الشهود أحباء حالتهم النفسية لم تكن كاملة فمثلا تلميذي عمواس في لوقة 24 تركوا مشهد الصليب ليذهبوا إلى بلدتهم عمواس لكن ظهر المسيح ليؤكد حقيقة القيامة ثم نرى بطرس ويحن يتراكدان إلى قبر المسيح لكي يروا القبر الفارغ والأكفان موضوعة والجسد إنسل والمنديل حول الرأس كان موضوع جانبا ثم أحبائي ظهور المسيح للتلاميذ سواء في العلية أو ظهور المسيح للتلاميذ مع تومة في العلية وهناك آمن تومة وصدق إذ قال ربي وإله ظهر لمريم المجدلية ظهر للمريمات ظهر لبطرس ظهور خاص ظهر على بحيرة طبرية في أرشليم في أماكن عديدة بلوس الرسول بيتكلم أنه ظهر لأكثر من خمسمائة شخص وأغلبهم باقي حتى الآن ثم رأوا التلاميذ رأوا المسيح صاعدا إلى السماء فظهر المسيح للتلاميذ لمدة أربعين يوم فالصعود أحبائي هو إعلان مجد المسيح وخليني أقول مرة أخرى أربع أحداث تاريخية خارقة معجزية التي تتعلق بشخص المسيح وبهوية يسوع المسيح وهذه الأحداث الأربعة لا يوجد نبي لا يوجد حكيم لا يوجد أي شخص تحت الشمس سواء قديما أو حديثا إلى مجيء المسيح ثانية استطاع أن يقوم بهذه الأربع أمور الخارقة أولا سر التجسد تجسد المسيح والكلمة صار جسدا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الحدث الثاني هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات إذ أقام نفسه وهذا عمل خارق وحدث مهم جدا في تاريخ الكنيسة أما الحدث الثالث فهو صعود يسوع المسيح بالجسد أمام شهود عيان أمام التلاميذ من مكان معين من جبل الزيتون من الجهة الشرقية من عند بيت عنيا بشهادة الشهود أما الحدث الرابع والأخير اللي هو سواء العهد القديم أو العهد الجديد تنبأ عن مجيء المسيح ثانية طبعا سيأتي ثانية بالجسد ولاحظ أن الأربع أحداث يسوع الكلمة المتجسد تجسد المسيح ثم قيامة يسوع المسيح بالجسد وصعود يسوع المسيح بالجسد ومجيء المسيح ثانية بالجسد لأن الكتاب يقول هو يعني وسطراه سيأتي على السحاب وسطراه كل عين والذين طعنوه يعني رح يشوفوا علامة الجراح في جسد يسوع المسيح خليني كمان أحكي عن يعني بعض الملحوظات المهمة في صعود يسوع المسيح صعود المسيح كان على جبل الزيتون الجبل الشرقي من الجهة الشرقية كما ذكرت في بيت أو في منطقة بيت عنيا بيت عنيا المكان اللي أقام منه ألي عازر بعد مماته أنتا أربعة أيام بيت مريم ومرثى وألي عازر من هذه المنطقة على جبل الزيتون صعد يسوع المسيح إلى السماء فخليني أحكي عن صعود يسوع كان صعود يسوع المسيح كان صعود حقيقي التلاميذ عم بيتفرجوا على يسوع المسيح وعلى صعود إلى السماء فكان صعود حقيقي شيء تاني أحبائي كان صعود المسيح صعود التدريج بما معناه أن الجاذبية لم تستطع أن تمسك بيسوع المسيح فرأوا يسوع المسيح إلى وضعية معينة إلى السحاب وطبعاً وطبعاً يمكن لما بتحضر الأفلام أو عن الستار وورز بتشوف كيف مثلاً هيك بمثل يعني برقة هيك مجيء رح يكون مثل البرق ولكن كدليل إلى منطقة السحاب كان صعود صعود تدريجي بحيث أنه التلاميذ كانوا بيتفرجوا كانوا شايفين يسوع المسيح شيء ثالث صعود المسيح كان بالجسد وهنا أقول بالجسد الممجد الجسد الروحاني هذا الجسد غير قابل للموت غير قابل للمرض غير قابل لأي شيء فهو جسد روحاني جسد ممجد ولكنه جسد مش مجرد روح أو شخصية هلامية صعد بالجسد ثم شيء آخر أحبائي صعود المسيح كان مرئيا كان يعني علنيا كان مرئي بالعيان وشيء آخر مع أنه العقل لا يستطيع أن يستوعب هذا الشيء كان صعود المسيح إلى فوق يعني الصعود يعني كان صاعد إلى السماء صعود يعني عمودي الصعود فوق فإذن الكتاب المقدس بيتكلم عن عدة تعبير عن هذا الحدث يقول أنه ارتفع إلى السماء ثم يقول أخذته سحابة أو بيستخدم كلمة منطلقا إلى السماء يعني يعني كلمة منطلق تشير إلى الانتقال من مكان إلى مكان منطلق إلى يعني أن المسيح ترك الأرض متاجها إلى السماء فبهذا أحبائي يقودني أنه أقرأ هذا الحدث من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول خليني أبتدي من آية ستة أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملكة إلى إسرائيل بعد تفكير أرضي يعني في ملكوت أرضي فقال لهم ليس لكم أن تعرف الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ولما قال هذا ارتفع لاحظ الكلام ارتفع يعني صعود وهم ينظرون عم بيتفرج على المنظر وأخذته سحابة عن أعينهم وفي مكان يشخصون إلى السماء وهو منطلق هاي كلمة التانية بيستخدمها وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض اللي هم كانوا ملكان وقالا أيها الرجال الجليليون ما بلكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء يعني بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس الكيفية بالطريقة اللي صعت فيها يسوع بالجسد سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء حينئذ رجعوا إلى أورشاليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشاليم على سفر سبت يعني شوف كيف الكتاب بوضح المكان الجغرافي والطريقة اللي صعد فيها يسوع المسيح المكان الزمان والكيفية كلها كله بيشرحوا في هذا الإصحاح فإذا أحباء نستطيع أن نستنتج أن الصعود صعود يسوع المسيح كان علامة لنهاية خدمة المسيح على الأرض وابتداء خدمة يسوع المسيح في السماء فإذن الصعود حقيقة مثل ما بيتكلم البشير مرقص ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله أو كما قال الرسول بولوس إلى رسالته إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث الأولى الإصحاح الثالث والآية 16 شوف العبارة اللي بيستخدمها رفع في المجد رفع في المجد فإذن أحبائي الصعود يجعل المسيح يحيى في العالم الجديد نحن عايشين في العالم لكن الكتاب يقول لسنا من هذا العالم يعني بكلمات أخرى الملكوت الجديد ملكوت المسيح أي الذي يملك عليه المسيح وهنا أوضح شيء مهم جدا المسيح لم يعلم عن يعني احتلال سياسي أو بناء دول سياسية هذه هذه لم تكن رسالة أو إرسالية يسوع المسيح اليوم في ناس بقولولك أو بيستخدموا العبارة زي ما بقولوا مثلا الدول الإسلامية عم بيستخدموا عبارة الدول المسيحية صدقوني أنه حتى المسيحيين في الدول التي تعتبر دول إسلامية ولا ربما مغلقة للإنجيل يمكن بتتمتع بالحرية أو بتتمتع بملكوت المسيح أكثر من البلدان التي تسمي أنفسها بلاد مسيحية كان في يوم من الأيام لما الكنيسة ذهبت والكنيسة امتدت وكانت تغيير لحضرات ولشعوب ولأمم كثيرة ولكن للأسف عندما يقول الناس للرب أبعد عننا لأننا بمعرفة طرق كلا نصر ولأن الكنيسة بتدأت تساير وتتهادن مع العالم والأصعب أن الكنيسة بتدأت تتنازل عن مبادئ الكتاب المقدس أنا أقصد الكنيسة يعني مش كل الكنيسة اللي هم يعني مش مؤمنين حقيقيين عشان أوضح لأنه في مرات بيخلطوا الناس بين المسيحية الإسمية بيشوف مثلا واحد لابس صليب وممكن عم بيشرب كحول أو يسكر أو بتشوف واحد يلابس صليب وعم بتمارس الضعارة هذه ليست المسيحية نحن 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 نتكلم عن المسيحية التي تتشبه بيسوع المسيح المسيحية التي اختبرت وافتدت بدم يسوع المسيح هذا يعني تتويج المسيح رب وملك وقبوله مخلص وسيد على الحياة والكيان عندها يملك المسيح على الحياة فندخل في هذا الملكوت الجديد نعم في يوم من الايام الرب يسوع رح يرجع وهذا الملكوت رح يعني مثل ما بقول الكتاب صارت ممالك العالم لربنا ومسيح ايضا فحبيت بس اوضح هذه الحقيقة ارتفع طبعا الى السماء وهذه الحقيقة احباء اللي بتساعدنا ان نواصل رسالتنا رغم كل الاتهار سواء في الداخل في الكنيسة التي تحاول ان تنكر كلمة الله او وحي الكلمة او التنازلات في الكنيسة مع العالم يعني الاجهاد وتعدد الزواج وسواء طبعا الشذوذ بكل انواعه اللي بيرفضه الكتاب المقدس بشكل واضح فمن فضلك لما بتتكلم عن الكنيسة تكلم عن اتباع المسيح مش الجماعات اللي بتمارس كل انواع الممارسات بتشوف كأنه مناسب لإلك تتكلم وبتخلط الامور في بعضها لا المسيحية هي ملكوت الله ملكوت الله موجود في كل مكان موجود في الصين تعتبر واحدة من اكبر كنائس العالم في بلد الالحاد موجودة في السعودية تستغرب انه عشرات الكنائس مش الابنية اقصد الجماعات موجودة في السعودية شمال افريقيا الشرق الاوسط ملكوت الله ايران اسرع نمو مسيحي هو في ايران ملايين اللي اصبحوا وصاروا مؤمنين مسيحيين هذا يسمى ملكوت الله اللي امنوا بيسوع بعدهم عايشين في بلاد اسلامية او في بلاد الحادية او بلاد ما تسمى بلاد الغربية او المسحية ولكنها بعيدة كل البعد عن يسوع المسيح فهنا احبائي علينا نفهم عدة حقائق اولا الصعود هذا يعني اكتمال خدمة المسيح الارضي خدمة المسيح الارضي قال يسوع في مرقص نجيل مرقص حاح عشرة والآية خمس واربعين لأن ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم لاحظ الكلام وليبذل نفسه فدية عن كثيرين كورونتو ستاني خمس واحد وعشرين وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه في يحن 17 من آية 3 والآيات هنا واضحة جدا قال يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته على فكرة الأحباء المسلمين اللي بيبعثوا هاي الآية ما تنقص من الآية اللي بعدها وليه بتستخدم آية وما بتستخدم الآية اللي بعدها قال يسوع العمل الذي أعطيتني لأكمل قد أكملته في آية خمسة والآن أيها الآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم يعني المسيح جاء من فوق أكمل عمل الفداء رجع لفوق صعد إلى السماء كما وعد وقال هذه العبارة عدة مرات فهذا اندل على شيء أحبائي على أهمية صعود يسوع المسيح والغرض اللي جاء من أجله يسوع فإذن خدمته على الأرض اكتملت ولكن خدمته في السماء ابتدأت بوجوده على العرش عن يمين العظمة شيء آخر صعود يسوع المسيح أنا أتكلم عن الأهمية هي صدق إعلانات وتصريحات المسيح لاحظ مثلا في يحنى إصحاح 3 والآية 13 وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي لاحظ الكلام إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء واو عم يتكلم مع رئيس اليهود رجل الدين نيقو ديموس وعم يحكي له طبعا هي آية موجودة في العهد القديم بسفر الأمثال وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء طبعا رجل الدين بيفهم على طول إشارة عن يسوع المسيح عن لهوت المبارك من العهد القديم وهذا طبعا اندل على شيء بدل هذه الأقوال والتصريحات صادقة وأمينة شيء آخر بأهمية الصعود منشوف مرحلة الاتضاع ثم مرحلة التمجيد يعني بتشوف كل وضاعة أو اتضاع الناسوت الناسوت المسيح كابن الإنسان وترى أيضا كل مجد اللهوت أمجاد اللهوت كابن الله وكابن الإنسان أيضا انظر ماذا قال الرسول بولوس في رسالته إلى كنيسة فليبي الإصحاح الثاني من آية خمسة قال فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا عم بعالج مشكلة مشكلة انقسام واللي بتطلب التواضع وتكلم عن مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال بل كمال الكمال يسوع المسيح فبقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب النسوت كل الوضاعة عبد يعني صلب أهين ولكن لم يكتفي هذه كانت التسبيحة للمسيحيين الأوائل لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل سام أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فإذن لقد صعد يسوع المسيح إلى السماء بعد ما كشف عن هويته للتلاميذ مثل ما حكينا إذ كان صعودا جسديا ابن الله المتجسد منظورا مرئيا منطلقا إلى السماء كما أن مجيء ثانية سيكون مرئيا علنيا منظورا بنفس الهيئة يعني الجسم الممجد بنفس الهيئة التي صعد بها المسيح إلى السماء لاحظ عزيزي أن صعود المسيح إلى السماء حيث دخل يسوع كصابق لأجلنا هذه آية في عبرانيين إصحاح ستة يعني صعد إلى السماء كصابق يعني دخل يسوع كصابق لأجلنا بتلاحظ عدة مرات كلام المسيح وهو على الأرض قال فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا في يحن الإصحاح السادس قال أيضا أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني يحن إصحاح سبعة ثم يقول لأني ماض إلى أبي يقول أيضا لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب يحن 14 آية 28 وبتشوف الأمر بيتكرر في يحن إصحاح 16 على الأقل خمس أو ست مرات في يحن 16 لاحظ لأني ماض إلى الآب أو إلى الذي أرسلني فإذا الصعود يثبت ألوهة المسيح ولا سيما جلوسه عن يمين الآب أو يمين العظمة يعني بكلمات أخرى أي الرجوع إلى مكانه قبل التجسد تعرفوا واحدة من الآيات الجميلة في رؤية سفر الرؤية إصحاح الأول بيتكلم في آية خمسة ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين وبعد يكمله وذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء ثم يقول أنا هو الألف والياء الأول والآخر بكمل يعني في سفر الرؤية بقوله لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفتيح الهاوية والموت فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا وطبعا هنا لأحباء المسلمين اللي بيشاهدونها دائما بيلفظ أين قال المسيح أنا الله عبدونه هي واضحة لأنه حتى عندك في الكتابك بيتكلم الله بيتكلم أنه هو الأول والآخر في العهد القديم في نبوة إشعياء يهو بيتكلم أنا هو الأول والآخر وهنا يسوع المسيح يقول أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وهأنا حي إلى أبد الآبدين ولمفاتيح الهاوية والموت من يستطيع أن يقول أنا هو الأول والآخر من فضلك بعتلي رسالة وجاوبني على هذا الموضوع فإذن جلس عن يمين الآب الرجوع إلى مكانه قبل التجسد خلينا نأخذ فاصل قصير وبعدها برجع حتى أكمل عن صعود المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائي لماذا ارتفع المسيح إلى السماء خليني قبل ما أتكلم أعطي الأسباب ليصعد المسيح إلى السماء أخذ مكالمة خلينا أخذ مكالمة أهلا وسهلا أخت نهال الأخت نهال من إنجلترا أنت معانا على الهوى سلام ونعمة حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب وبشكر الرب جدا من أجل حضرتك لتفسير صعود الرب يسوع لأنك وفيت وكفيت وأنا مش هقدر أزود حاجة غير أني أقول لنفسي أولا والكل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا النهاردة بما أن يسوع صعد للسماء وثبتنا دلوقتي بالدليل والبرهان أنه سيأتي ثانية بنفس الطريقة في المجيء الثاني إذن ينبغي أن نكون في سيرة مقدسة في سيرة مقدسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى فيترى أنا وحضرتك وكل اللي بيسمعونا مستعدين لهذا اللقاء اللقاء اللي فيها أف بمفردي أمام الديان العادل وعلى فكرة يا أسيس نزار الله مش هيسألني عن الناس اللي حوالي ولا حتى على أقرب أقربائي لكن هيسألني عن نفسي أنا كل واحد بالإسم يا ترى يا نهال اتعرفتي وعرفتي الطريق الصحيح للخلاص يا ترى سلمتي حياتك بالكامل للمخلص اللي دفع تمن خطيئك على الصليب يا ترى اتشبهتي بيه في كل سلوكك يا ترى كنت بتشبهيه في كل تصرفات ولا هي مجرد معرفة شكلية وصفحية لأنه فيه فرق شاسع يا حضرة الأسيس ما بين أني أعرف عن الرب يسوع وما بين أني أعرف الرب يسوع شخصيا المعرفة العقلية لا تخلص الدراسات اللاهوتية لا تفيد بشيء في النواة للخلاص والحصول على الحياة الأبدية وهأده أكتر وهقول بكل جرأة وشجاعة كل أعمالي الحسنة والصالحة لا تعطيني الضمان بدخول السماء لكن قبولي لدم الرب يسوع المسيح اللسال بدلا مني على الصليب وعترافي كامل أنه هو الطريق الوحيد لمخفرة الخطايا هو ده الطريق الوحيد للحصول على الخلاص فبصلي من كل قلبي أن كلنا بلا استثناء نكون وثقين من هذه القطوة اللي بتسمى الولادة الثانية ولا يخيب أحد منا من النعمة المقدمة لنا لأنه ده مش كلامي ولا حتى كلام أي حد لكن ده البروتوكول والطريق الوحيد اللي وضعه الله بنفسه لأنه هو قال بدون سفك دم لا تحصل مخفرة وحتى أخواتنا المسلمين بيقولوا فديناه بزبح عظيم يعني الفداء لازم يتم عن طريق الذبيحة والذبيحة دي لازم تكون من شخص خالي من الخطايا والوحيد الوحيد برأي كل الأديان الذي لم يفعل خطايا هو الرب يسوع المسيح لكل المجد ويا بخت اللي هيقبل ما عمله وللأسف يا ويل اللي هيرفض كده ليه لأنه هيطرب نفسه حضرة الأسيس يدفع تمال خطايا وهو الموت والرب يبرك ربنا يبركك شكرا كتير أخت نهال على هذه المداخلة الجميلة وطالما نفتح موضوع الأسئلة وصلني بعض الأسئلة عن صعود المسيح إلى السماء تحية طيبة لدي أسئلة حول صعود المسيح إلى السماء وعودته في المجيء الثاني سؤال الأول هل صعود المسيح ونزوله سيكون حرفيا بجسمه المادي أم هناك تفسير آخر طبعا صعوده مثل ما ذكرت بنفس الجسد الممجد وهو جسد لا ينتمي إلى طبيعة أجسادنا أجسادنا محدودة في المكان والزمان وصرعة الضوء إلى آخره وأجسادنا قابل للتعفن والموت إلى آخره لكن المسيح صعد إلى السماء بالجسد الممجد ورح ينزل أو رح يرجع مجيء ثانية رح يكون بنفس الجسد السؤال الثاني كيف يجلس المسيح عن يمين الله إذا كان الله خارج الزمان والمكان ولا يحد مكان هذا السؤال على فكرة سؤال كتير كتير حلو لما إحنا عزيزي لما نقول أنه المسيح صعدة وجلس عن يمين الله ليس المقصود يعني مثل ما أنا جالس على كرسي يعني مش المقصود المكان لكن بيتكلم عن المحورية بيتكلم عن المركزية بيتكلم عن المكانة بتتكلم عن المسيح عن ألوهية المسيح وطبعا هذا مهم جدا فإذا الجلوس عن اليمين هي يمين القدرة يمين العظمة يمين السلطان وهذه عبارات وتعبيرات مفهومة في اللغة اليهودية للشعب اللي كان يدرك بالظبط مفهوم هذه التعبيرات وهذه الكلمات وشيء آخر يعني إحنا لما نتكلم مثلا أنه الرب شايف هذا لا يعني أنه نحد الله بعينين الله سامع الله يسمع يعني أنه عنده أذنين عم بيسمع الله استوى على العرش يعني خلاص جلس المقصود حال بتتكلم عن عمل عن مكانة فإحنا منستخدم تعبيرات بشرية حتى نوصف ولا نستطيع حقيقة أن نصف كل الأمجاد الإلهية فمثلا ما لم تره عين أو تسمع به أذن أو يخطر على بال فأنت كيف بالعين المجردي والجسد المعفن بتاعنا وشوية الطراب نستطيع أن ندرك اللا محدود كيف المحدود يدرك اللا محدود أو الإنسان اللي ينتهي أن يفهم اللا متنهي فإحنا منستخدم شيء اسمه لغة التواصل لغة التواصل هي التعبير فالله روح موجود في كل مكان يملأ السموات والأرض والكواكب كلها يعني حتى الأشياء اللي صعب نستوعبها مجرد منعبر عنها بتعبيرات كلامية ولكن حقيقة إحنا منستخدم تصريحات لكن الجلوس عن يمين العظمة أو العرش يعني هو بيتكلم عن المحورية عن المركزية عم بتتكلم عن لهوت المسيح وإذا حبيت يعني تقرأ أكثر اقرأ سفر الرؤية أصحاح أربعة أصحاح خمسة وشوف كل التعبير اللي مذكورة عن موضوع العرش من أمام من الخلف من الجم من اليمين من اليسار من فوق يعني من كل المحيط فإذا ما هياش يمين اللي إحنا محدودين بالزمن أو المكان أو المسافة أو الجغرافية إحنا منتكلم باللا محدود يعني الله غير محدود غير محدود بالزمن أو المسافات ولكننا نعبر بلغة اللي هي بتعبر عن مركزية أولهية يسوع المسيح السؤال الثالث أليس الله والمسيح لهوت واحد فكيف يتم الجلوس عن الله بتهيأ لي يمكن شرحت لك إنه الله في المسيحية مش محدود خارج عن الكون منفصل عن الكون لكن بيتواصل بيتصل في يعني الله بيتواصل معنا رح نشوف كيف إنه بيتواصل كمان شوية عن طريق الروح القدس في أي لحظة في أي مكان في أي زمان يعني قال يسوع ها أنا معكم كل الأيام لمين الجميع في أي مكان في أي زمان إلى انقضاء الدهر في مرة أخرى لما بيتكلم عن الكنيسة وعمل الكنيسة بالذات في المحاكم الكنيسية قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك أكون في الوسط فحتى في أي اجتماع في كل أنحاء العالم ملايين الاجتماعات هو مجتمع في كل مكان احنا مش نتكلم انه محدود بالزمن او القياسات او المسافات او حتى ان يكون هو قادر انه يجلس في كل اجتماع ويظهر في كل اجتماع ويتراء في كل اجتماع ولكن أحبائي احنا نتكلم عن وجود الله تدخلاته تعاملاته معنا فما فينا نبني نتيجة منطقية على الأساس غير منطقية تم الجلوس مثلا عن يمين الله فانت بنيت على بداية الزمن وعلى انتهاء الزمن وهذا طبعا البداية اصلا النظرية اللي انت عم بتثيرها هي من اساسها مغلوطة انت عم بتحدد الله الغير محدود في مليارات تريليونات ملايين البلايين البلايين صعب انك توصف او تحدد الله فما تحدد موعد انتهاء الأرض او الكون او تحدد موعد مجيء المسيح التاني او جعلت من صعود المسيح ونزوله تحت قوانين حكم الماد تسأل بسؤال الرابع انه صعود ونزول المسيح يتعارض مع قوانين الفيزياء لانه كل جسم له كتلة لا يمكن انتقال له اسرع من الضوء وايضا الكون يتوسع هكذا هاي نظرية علمية فخليني ارد بكل بساطة في قانون تاني فالمسيح هو الخالق وكل شيء خلق بيسوع المسيح فهو القادر ان يسن قوانين جديدة او اي قوانين وانا ما هو تفسيرك ان المسيح بيمشي على المي المفروض يغرق وبيطلو من بطرس يمشي على المي ومشي على الامواج ما هو تفسيرك انه بيدخل الى التلاميذ والابواب مغلقة دخل فجأة ما هو تفسيرك صعود المسيح في جاذبية الجاذبية لم تمسك بيسوع المسيح ماذا عن قوانين الكيميا يحول الماء الى نبيذ ما هو ما فيش قوانين الماء لا لون لا طعم لا رائحة لها حول شيء الى لون الى طعم والى رائحة فاذا مش محدود بهاي القوانين اللي احنا يعني حاطينها كبشر خليني ارجع واستكمل الموضوع ليه المسيح صعد الى السماء وهون يمكننا مضطر انه اسرع شوي اولا ليمارس او ليكمل خدمة الشفاعية الكفارية كرئيس كهنة وعلى فكرة لا يوجد شفيع كلمة شفيع تطلق على شخصين شخص يسوع المسيح والشفاعة شفاعة الروح القدس يشفع بنبئنات لا ينطق بها ومجيد فالشفاعة هو الوحيد الشفيع لغير فنقطة سطر جديد في عبرانين صاحب الاول مكتوب الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه اي يسوع المسيح الذي جعله الذي به عامل العالمين الذي جعله وارثا لكل شيء اي ثلاثة الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدراته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما افضل منهم صنع بنفسه تطهيرا ورجع جلس عن يمين العظمة في عبرانيين اتنين مكتوب يقدر هو موجود في السماء لانه يعين المجربين بعده بيعمل العمل في عبرانيين اربعة يرثي لضعفاتنا ثم يقول عنه في مزمور 110 ليكون رئيس كهنة الى الابد اللي بيحمل صلوات القديسين وبيشفع امام الاب ويقول مشان خاطري مشان انا العمل اللي انا انجسته مشان انا اللي عملته بياخد صلواتنا وبيقدمها للاب وهذا الكهنوت مكتوب عنه كهنوت لا يزول اذ هو حي في كل حين يشفع فيهم عبرانيين اسحاح سبعة ليكون شفيعنا ان اخطأنا لنا شفيع عند الله الاب كفار الخطاء لكل خطايا العالم عندنا الشفيع والمدافع والمحامي المحامي طبعا الذي بررنا ويبررنا امام الله لانه ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اثم ثم شيء تاني احبائي ليكون الوسيط الوحيد تعرفوا في رسالة بولوس لالأولى لتيموثاوس اصحاح اتنين مكتوب من آية اربعة الذي يريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ليه لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة في اوقاتها الخاصة هنا احبائي اشارة الى عمل الجديد كرئيس الكهنة الشفيع والوسيط الوحيد بين الله والناس ثم يقول في عبرانيين تسعة آية خمس تعيش ووسيط العهد الجديد هذا الملكوت الجديد لعهد جديد فالمسيح هو الوسيط شيء تالي صعد المسيح الى السماء لانه اصلا جاء من السماء فكان ينبغي ان يرجع الى مكانه بعد اكمال العمل تشوف هذه في يحن 16 وذكرنا بعض الايات اي 28 وهذا برهان واثبات على الوهة المسيح الكلمة الذي صار جسدا في تمثاوس الاول الذي ظهر في الجسد مزمور 47 اي 5 صعد الله بهتاف او كما قال يحنى المعمدان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع يحنى 3 اي 31 وايضا بتشوف في يحنى 8 صعد الى السماء ليأخذ مكانه الشرعي وهذا من حقه احبائي كما مكتوب عنه مكللا بالمجد والكرامة عبرانيين اصحاح 2 ليجلس على العرش بتشوف ايات كثيرة سواء في رؤية اصحاح الاول اي 16 او فليبي رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم شيء اخر صعد يسوع الى السماء ليكون ملك الملوك ورب الارباب فهو الملك على الارض وفي السماء لانه اكمل لاحظ الكلام لانه اكمل عمل الفداء بجدارة لكي يكون مش بس الوسيط او الشفيع لكي يكون الفادي كابن الانسان الكامل يكفر عن خطيانا وكابن الله الكامل ليوفي العدالة والمطالب الالهية هذا هو يسوع المسيح فالصعود هي الحلقة بين خدمة المسيح على الارض وايضا السماء طبعا بعد ما هزم القبر ثم يقول صار باكورة الراقدين ثم صعد المسيح الى السماء لكي يكون باكورة يعني الاول الرئيس باكورة الراقدين ثم باكورة الداخلين الى الامجاد السموية كما كان باكورة الراقدين بقيامة المجيدة ليه كما يقول في كلوسي لكي يكون متقدما في كل شيء صار صابقا في صعود الى السموات بتشوف هذه الايات في عبرانين تسعة ويحن اربعة عشر صعد الى السماء لانه اراد ان يؤكد فكرة الملكوت السمائي وانه الحياء الابدي مستمرة من خلال قبولك المسيح على الارض تستمر الى السماء وانه لنك المؤمنين لنا اشواق سمائي اشواق لمحضر الله اشواق ان نكون معه في كل حين مستمرة الى الابد مستمرة الى السماء لانه الكتاب يقول لان ليس لنا هنا مدينة باقية بل نطلب العتيدة عبرانيين اسحاح 13 نفس الشي في كولوس 3 ان قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فو ثم احبائي صعد الى السماء جسديا هذا اثبات ودليل انه التقدم التي قدمها المسيح على الصليب الذبيحة النيابية نيابة عن البشرية قد قبلت امام الاب السماوي كأنه يقول العمل اكملت ها هو الان امام الاب السماوي صعد وهنا علامة على قبوله الاب يقبل ومش بس وصروره بها اي صر الله بهذه التقدمة صعود احبائي كان برهان لانتصار المسيح وهذا الانتصار يستمر في حياة الكنيسة في افسوس الاصحاح الاول الباكورة لابتداء عصر جديد الكنيسة المجيدة سبب اخر صعد يسوع المسيح الى السماء ليعد لنا مكان في يحنى 14 يقول الرب يسوع المسيح بفمه المبارك للتلميذ لا تطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا بيه في بيت ابي منازل كثيرة وإلا فاني كنت قد قلت لكم انا امضي لأعد لكم مكانا وان مضيت واعدت لكم مكانا ات ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق صعد الى السماء ليعد لنا مكان خيل كم محبة المسيح الينا ثم احبائي صعد يسوع المسيح الى السماء كما وعد ليرسل الروح القدس عطية الروح القدس تشوفها في يوحن 14 و15 و16 وهذا تحقق في يوم الخمسين حل الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين في الاسحاح الثاني من آية الاولى لآية اربعة ثم لانه ارسل الروح القدس المسيح الممجد يبني كنيسة قال ابني كنيسة وابواب الجحيم لن تقوى علينا وبما انه رأس الكنيسة فبما انه يعني يبني الكنيسة فهو رأس الكنيسة كما يقول في كلوس واحد وافسوس الاسحاح الاول ليرسل موعد الاب روح القدوس الذي يواصل العمل في الكنيسة وهذا بتشوف الايات كثيرة في يحن في لوقا ايضا قال في اعمال واحد تمني ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى اقصى الارض ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن اعينهم يسوع الذي قال ها انا معكم كل الايام الى ابد الابدين فعندما صعد منحنا سلطان ان نمارس نفس السلطان وبما انه صعد باركنا بحضوره من خلال حياتنا وعمل فينا ها انا معكم كل الايام وهبنا قدرته للعمل اي كان يتمم الايات التابعة وعلى فكرة يعني في كتير اسباب لصعود المسيح بس عاوز اختم بشيء مهم جدا صعد يسوع المسيح الى السماء لانه سيأتي ثانية كما انطلق الى السماء فاذا مش ممكن يرجع الا اذا صعد الصعود الاول المجيء الاول ليسوع المسيح جاء ليخلص من الخطية جاء ليفدينا ويحررنا المجيء الثاني جاء ليخلصنا يعني لكي يعطقنا ويحررنا لكي نكون معه كل حين وهذا هو الخلاص الابدي الكامل ان نكون مع يسوع في كل حين ولكن لا يأتي ثانية ان لم يصعد اولا فاذا احبائي الكنيسة قررت بقانون الايمان المسيحي ان يسوع تجسد ان المسيح قام من الاموات وان المسيح صعد الى السماء وان المسيح سيرجع ثانية ليدين الاحياء والاموات ثم ان مجيء المسيح ثانية لكي يأخذ يعني كعريس ليأتي ليأخذ العروس لكي نكون معه في كل حين وهذا لابد ان يكون جزء من العقيدة المسيحية ارتفاع المسيح او صعود يسوع المسيح الى السماء كما تلاحظ عزيزي المشاهد انه في تناغم وفي انسجام وفي تلاؤم بتشوف في كل الايات الغرض والهدف من تجسد المسيح الى صعود والى مجيء ثانية لإكمال العمل ولكن الان القرار هو قرارك كأنت وهل توجد شخصية فريدة عجيبة كالمسيح وهل تستطيع ان تقارن المسيح في اي شخصية اخرى اكيد وافقت معي حاشة فاذا انا ادعوك لكي تقبل وتقبل الى يسوع المسيح مكتوب واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه المولودين من الله ثم قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا تعال الى يسوع لكي تخلص وتتحرر ويكون اليك حياة ابدية عندما يأتي المسيح تكون مستعد لمجيءه ثانية والرب يباركك اشتركوا في القناة